بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم أعزائي الطلاب والطالبات بمادتنا الجميلة بمادة التربية الفنية اليوم سنأخذ نستكمل ما تبقى من درسنا هوية الخزف العربية ذكرنا وتعلمنا عدة أمور في الحساس الماضية مثل الهوية العربية في الشكل الخزفي أيضا مفهوم الهوية العربية أيضا أهمية اكتمال زخرفة سطح الشكل الخزفي بما يلاء مهيته وطابعه والحرف العربي والعناصر الملازمة هذه بعض الأمور التي تعلمناها في الحساس الماضية أيضا بذن الله اليوم سنأخذ التطبيق العملي للطلاب بالفرشاة سنأخذ طريقة الطلاب بالفرشاة وهي عبارة عن نأخذ الفرشاة ويتم دهنها دهن القطع الفخاري على سبيل المثال بإمكان نطليها بعدة أشكال وأنواع وشغلات مختلفة سنذكرها بعد قليل هذه بذن الله سنأخذها في حصتنا لهذه اليوم نشاهدون أمامكم رابط الدرس الرقمي بإمكانكم الدخول عليه ستجدون الكثير من الإثراءات هناك سنأخذ مراجعة سريعة ثم سنبدأ في التطبيق العملي مثل ما ذكرنا الهوية في الشكل الخزفي ذكرنا تنوعة الأعمال الخزفية في أساليبها وطرق تنفيذها ونوعية زخرفة السطوع وبما يتلأم وبتعامل هذه الأعمال تتضح الأساليب التقنية الخاصة بالخزفين ذكرنا أن الأعمال كلها تختلف عن بعضها البعض عندنا بعض الفنانين نستخدم اللي هو أضاف عليها بعض الطلاقات أيضا بعضهم أضاف اللي هو أشكال متعددة وأضاف عليها هويته هوية بلده وهوية المدينة اللي هو فيها أيضا ذكرنا لكم أن مفهوم الهوية العربية الهوية ليست شيء محسوس نضع بين أيدينا عليه بل هي معنى يحدد من خلال الدين والوطن فعلى سبيل المثال بلادنا المملكة العربية السعودية هويتها إسلامية عربية نشاهد بعض الأعمال عندنا في الجهة الوسرة عندنا أعمال يوجد فيه بعض اللي هو يوجد فيه الخط العربي هويته مثل ما ذكرنا اللي هو عربية إسلامية فممكن نضيف عليها بعض الشغلات الخط العربي نقدر نوظفها في أعمالنا هتكون أعمالنا جميلة جدا طيب أيضا مثل ما ذكرنا في الفن لا بد أن نذكر الهوية الفنية وهي مثل ما ذكرنا هي الطابع الأخير الذي يظهر على هيئة العمل الفني العام وهي الانطباع والإحساس الذي يصلنا كمشاهدين ذكرنا لكم أن الهوية الفنية هي الانطباع والإحساس الشيء اللي نشوفه قدامنا هو الشكل النهائي الذي يصلنا كمشاهدين نشاهد أمامكم هنا تشاهدون أمامكم عندنا بعض الزخرة في الكتابية بهذه الأشكال متعددة بمكانة توظيفها الزخارف الكتابية بعدة طرق وبأشكال متنوعة أيضا بالنسبة للحرف العربي والعناصر المنازمة ذكرنا أن من أجمل العناصر الزخرفية الإسلامية التي تميزناها كعرب وتواجدها على مسطح أو مجسم فني يكسبها خصوصية مميزة عن غيره من الأعمال الفنية الأخرى هذه بعض الأبور التي ممكن أن نضيفها على القطع الفخارية والخزفية مثل ما يستخدم علامات التشكيل في الحرف العربي كزخارف ممكن أن نستخدم الضمة والكسرة والشدة في قطعنا الفخارية والخزفية وتكون طابع مختلف ممكن أن نضيف عليه له قيمة جمالية على هذه القطع الفخارية والخزفية أيضا مما سبق اتضح أن الحرف العربي أن أكثر العناصر ملائمة لزخرفة الشكل الخزفي إذا طابع عربي ولا يقف الجمال عنده جمال أشكال الحروف العربية بل يتبعه بجمال عناصره ملازمة مثل الحركات والنقاط فالحركات التشكيل تساعد على نطق الكلمة بشكل صحيح ولكي نطبق هذه الحروف وهذه العناصر الملازمة له لابد أن تتخير أحد الأساليب الزخرفية على سطح المتجلد تشاهدون أمامكم عندنا الحركات والنقاط وممكن مثل ما ذكرنا نضيفها بعد طرق بأشكال متنوعة على سطح القطع الفخارية والخزفية خطوات الجانب العاملي لأسلوب السقل طبعا يطبق بالحروف على سقل متجلد بأداة الحز المتنوعة والمتنوعة السماكة ثم يطلع السطح بأحد الطرق التالية الخاصة بالبطانات عندنا طريقة الغمر في البطانة هذه أحد الطرق التي ذكرناها واخذناها في الحصة الماضية هذه الطريقة واخذناها وشرحنا كيف وممكن نضيف اللي هو عبارة اللي هو مثل ما ذكرنا لكم اللي هو الغمر في البطانة اخذناها وقلبناها ثم رجعناها وطلع اللي هو بدأت ينسكب البطانة هذه بعض الأسلوب اللي ممكن نستخدمها ونوظفها في قطعنا الفخارية والخزفية أيضا أيضا عندنا طريقة السكب البطانة ناخذ اللي هو وعاء يتم سكب عليها القطع الفخارية أو الخزفية ويتم مثل ينسكب القطعة كاملة بهذه الاسلوب وبهذه الطريقة عندنا أيضا طلاع بالفرشا وهو ناخده بهذه الحصة هناخذ اليوم نتعلم اللي هو طريقة طلاع بالفرشا أيضا عندنا الرش بالبخاخ ناخذ البخاخ ويتم رش هذه القطعة ويمكننا نعمل عدة تشكيلات أو عدة أشكال مختلفة وملامس مختلفة أو تأثيرات مختلفة من طريقة الرش بالبخاخ مثل ما ذكرنا أنه في البداية يترك الشكل يتجلد وبعدها يوضع على طبقة أخرى من البطانة بلون آخر وباتجاه آخر وبعدها يترك لمدة خمس دقائق لتجلد الشكل العام جيدا وفي هذه الأثناء يهدب معلق بالحجوز من البطانة بعدها يتم سقله وطريقة تطبيق الذي هو بالرش يعطي ملمسا مختلفا عند ترويين بالفرشاة أيضا كل ما جف العمل كان سقله يعطي لمعة أكثر أيضا يساعد السقل على سد المسامات الصرح طريقة السقل يتم سقله مثل ما ذكرنا يعطي له شكله يكون ملمسة زير أو شكله زير رخام طبعا مثل ما ذكرنا يعطي له يسد المسامات السطح مثل ما ذكرنا هذه بالنسبة لطريقة العمل أيضا حنبدأ الآن في التطبيق العملي للطلاع بالفرشاة بإمكاننا نطليها بعدة طرق سواء كان باستخدام عندنا الاسفنجة أو ممكن نستخدم الفرشاة نفسها وأيضا بإمكاننا توظيفها في عدة طرق عندنا تشوفون قدامكم هذه القطعة اللي حنشتغل عليها طبعا وضعنا اللي هو الحرف العربي على هذه القطعة نشاهد هنا حرف السين والعين وحرف الواو وحرف الياء كونت هذه القطعة على كلمة سعودي نشاهد بهذا الشكل الآن هنبدأ في عملية طلائها سيتم طلائها باستخدام اللون الأبيض هنأخذ القليل من اللون الأبيض وبعدها تتم عملية الطلاء الطلاء بهذا الشكل نكون حذرين أثناء الطلاء هذه طريقة الطلاء أيضا مثل ما ذكرنا أن الحرف العربي بإمكاننا نوظفه بعدة طرق وأشكال مختلفة هذه بعض الأفكار اللي ممكن نقدر نوظفها في القطع الفخارية والخزفية أيضا مثل ما ذكرنا أنه ممكن نستخدم الرش بالبخاخ وإمكاننا توظيفه بأشكال متنوعة على سبيل المثال ممكن نستخدم أحد الطرق الطباعة اللي هي طريقة الاستنسل في هذه العملية نأخذ اللي هو قالب يتم استخدامه ويتم لسقه ويتم بعدها إضافة البطانة وبعدها عندما تنشف ممكن نزيل البطانة فعندنا أشكال وطرق متنوعة باستخدام هذه الطريقة نبدأ الآن نكمل نكمل على هذه القطعة طبعا الطريقة جدا سهلة وممتعة نحاول أن نقل بالعمل طبعا نستخدم فرشاء صغيرة وممكن نعمل حروفيات بأشكال متنوعة أيضا ممكن نستخدم علامات التشكيل مثل الشدة والكسرة وغيرها من علامات التشكيل ويتم إضافتها على سطح العمل الآن اقتربنا من الانتهاء أيضا ممكن نعيد عليه مرة أخرى على حرف السين نبدأ الآن نشتغل على الحرف اللي بعده على حرف العين بهذه الطريقة يتم تلوينها نشاهد هنا أيضا ممكن نستخدم اللي هو التذهب نأخذ اللي هو ورق الذهب ونضيفه على القطع اللي نشتغلها على سبيل المثال عندنا هذه القطعة استخدمنا اللي هو ورق الذهب ووضفنا لحرف حرف الخاء على هذه القطعة نشاهد هنا كيف ممكن تعمل اللي هو تعثيرات بإمكاننا استخدم عدة تشكيلات ممكن اللي هو نستخدم الرسم الحر على هذه القطعة نشاهد هنا عندنا هذه القطعة الفخارية القطع الفخارية نشاهد عليها اللي هو رسومات بهذا الشكل أيضاً نستكمل العمل نضيف قليل من اللون الأبيض نستخدم أكثر من اللون على هذه القطعة نفسها نضيف ألوان متنوعة لكن في حال أن كانت القطعة غامقة نستخدم ألوان فاته عشان يبرز جمال هذه القطعة بهذا الشكل اقتربنا من انتهاء من حرف العين ممكن نضيف بعض اللمسات اللمسات متنوعة على الشكل النهائي ممكن نعطيها طبقة ثانية ويفضل إعطاها طبقة أخرى لللون عشان يبرز معنا العمل بشكل أفضل لكن نجب أن تتركها تنشف شوي بعدها تتم إضافة طبقة أخرى من اللون هيا نشتغل على حرف الواو بهذه الطريقة وبهذا السلوب ممكن نستخدم عدة أشكال وعدة حرفيات وب خطوط مختلفة من الخط العربي مثل ما تعرفون الخط العربي يوجد فيه عندنا مثل ممكن نستخدم الخط العربي بعدة أشكال مثل خط النسخ خط الرقعة خط الثلث الخط الديواني الخط الكوفي جميع هذه الخطوط العربية ممكن نستخدمها في توظيف في العمل الخزفي بإمكاننا إضافة أيضا بعض التأثيرات الزخرفية مثل الزخارف النباتية وغيرها من أنواع الزخارف مثل الهندسية وغيرها من أنواع الزخارف مثل ما ذكرنا أيضا تشاهدون كيف ممكن نستخدم ونتم التوظيف طبعا نحاول بقدر إمكان نمشي على الشكل بنفس طريقة رسمة أو خلق نقول طريقة كتابة حتى نحاول بقدر إمكان يكون شكله مرتب وشكله جميل حنبدأ نشتغل بحرف الواو طبعا نقترب من الانتهاب بالنسبة لحرف الواو هذه طريقة اللي هو بنفس طريقة رسمة نحاول أن نكون حذرين نتعلم على استخدام الفرشاة بهذا الشكل وبهذه الطريقة نضيف القليل من اللون الأبيض نحاول نسكر الفراغات فراغات أيضا نحن نشتغل بعدها على حرف حرف الياء مثل ما ذكرنا أنا ممكن نضيف اللي هو أشكال متنوعة بخطوط متنوعة مثل الخط النسخ والكوفي وغيرها من انواع الخطوط العربية نحاول دائما نعتز بهويتنا الهوية العربية هويتنا الإسلامية العربية وممكننا نضيفها في عدة أمور ليس مجرد خزف ممكن نضيفها في شغلات متنوعة في حياتنا نتبقل قليل نحاول أن نسحب سحبة واحدة بقدر أمكان نحاول السحبة واحدة نرجع من الأعلى نرجع نعطيها إضافة للون أيضا ننتهي ومثل ما ذكرنا ممكن نضيف بعض الإضافات نبدأ نشتغل على سالفة النقاط هذه النقاط نحاول ننهيها نكون حذرين مع النقاط أيضا نحتاج إضافة طبقة أخرى لكي تضوط معنا الأشكال ممكن نعطيها طبقة أخرى مختلفة من ألوان أخرى وممكن نكملها على نفس اللون أيضا نستفيد أو ممكن نعمل سكتشات سكتشات مختلفة من الخط العربي نحاول نشتغل عليه نطور من مهاراتنا في الخط العربي نشكل بقلم الطمار وقلم القصب بعدها بعد ما نتمكن منها ممكن نعملها عن طريق هذه الأقلام نصنع حروفيات بدون استخدام فرشام ممكن نستخدم الأسفنجة إذا كان العامل كبير نستخدم موكنها على سبيل مثال القلم ناخده ونضيف القليل من الصبغة وبعدها نبدأ نعطيها لمسات مختلفة فممكن نعمل أشكال متنوعة بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب على سبيل المثال وممكن ناخذ الأسفنجة ناخذها ونضيفها نضيف عليها شوية من الصبغة وبعدها نبدأ نضيف عليها الحروفيات الحرف العربي بهذا السلوب وبهذا الشكل نقدر نعمل عدة تكوينات بهذا الاستخدام أو بهذه الطريقة وممكن نعمل اللي هو مثل ما ذكرنا بعض الحروفيات عن طريق اللي هو نرسمها ونضيفها صمغ الميسيون ونضيف اللي هو بعدها ورق الذهب في عدة أمور وعدة طرق ممكن نستخدمها ونضيف عليها اللي هو هويتنا هويتنا العربية على القطاع الفخارية في النهاية شكرا لكم عزي الطلاب والطالبات على حسن الاستماع والمتابعة تعلمنا واستفدنا الكثير بالمهارات خلال هذه الوحدة وحدة الخزف شكرا لكم على حسن المتابعة والاستماع نلتقيكم بإذن الله في الحسنة القادمة وفي أمان الله